للعام السابع للتوالي بيطلق المجلس القومي للمرأة حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة الشعار اختروه يكون كوني الحقيقة أنه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس كانت بتقول في تصريحات لها مؤخرا أنه الحملة جاية ضمن جهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وهنا برضو هنتكلم عن أشكال العنف ضد المرأة لأنه البعض ما زال معتقد أنه العنف ضد المرأة هو فقط العنف الجسدي أو حتى اللوفي فقط جميع المحاق الضفتنا الكريمة قالت لا يعني في تفيحة ماسة كبيرة نحن نقول لا لأنه في فعلا أشكال كتير للعنف ضد المرأة لازم نعمل توعية بيها في عندنا رسائل توعية توعية في عندنا تعريف بمخاطر العنف ضد المرأة على المرأة نفسها صحيا ونفسيا وجسديا وغيره الحقيقة أنه المجلس بيعمل من خلال الحملة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع جهات معنية شركاء للتنمية حتى المجتمع المدني كمان عشان نزود هذا الوعي ونتعرف أكثر على هذه القضية الهامة جدا في ظل ما تولي الدولة من اهتمام حقيقي بالمرأة المصرية وده يمكن حيكون محورنا كمان للحديث في هذه الفقرة مع ضفتنا كريمة اللي منورانا فيه الأستوديو الأستاذة سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة يا صباح الخير يا فاند يا صباح الفل عليك صباح الخير عليك على أستاذ المشاهدين وعلى حضرتك يا فاند خلينا الأول قبل ما نبدأ في الموضوع عشان عندنا أسئلة كتيرة جدا نشوف مع حضرتك والسادة مشاهدين عرض معلوماتي في بعض التفاصيل عن فعاليات حملة الستاشر يوم عشان برضو الناس اللي لسه ما سمعتش عن هذه الحملة ونرجع نبدأ الحوار مع حضرتك نتابع معنا اشتركوا في القناة واحنا بنتابع العرض كانت الأستاذة سناء ضفتي الكريمة اللي برحب بها مرة تانية بتقول لي كل سنة وانت طيبة وكل سنة وكل ستة مصرية لأنه ده حقيقي عيد ليه يا أستاذة سناء هو عيد خليني الأول أقول لي كل ستة مصرية كل سنة وانت طيبة الحقيقة الحدث ده الحدث العالمي اللي احنا عندنا في مصر على أرض الواقع يمكن أنا بقول عليه أنه هو فعلا يوم عيد ليه لأنه بحس المجتمع على مخاطر قضايا العنف ضد المرأة ده في حد زي تكون أن أنت النهاردة تعملي حراك مجتمعي وتنوهي وتنور اللمط على مخاطر العنف وتحدي من الظاهرة دي أنت النهاردة بتتكلمي على حد يعني مهتمة بيه كدولة دي رقم واحد ومحتاجة أن أنت تحدي من الظاهرة دي في المجتمع على مصر فاحنا من سنة لسنة النسب بتقل ما نقدرش نقول أن هي متاهدة بالزبط العنف بقى بأشكاله بأنواعه فمن سنة لسنة النسب دي بتقل فاحنا كل ما هو انتهاك للمرأة احنا بنقلل منه ده بالنسبة لنا احنا كسيدات يعتبر عيد العنف ضد المرأة أستاذة سنة هو بس المد الإيد والتطاول اللفظي أو الجسدي ولا فيه أشكال تانية؟ لا طبعا أنا يعني أنا في المقام الأول رقم واحد بقول هو عنف أو ظاهره النفسية على المرأة بشكل أكبر العنف النفسي والخوف والرعب على فكرة الموضوع مش باللفظ أو بمد الإيد لا ليه أثار كتير جدا على سبيل المثال اللي بيترك أثر مدى الحياة عند المرأة موضوع ختان الإناس دي قضية مهمة جدا جدا ويمكن في الحملة بتاعتنا ان احنا بنواجهها اللي هي الحد من ختان الإناس وغلزنا العقوبة ودلوقتي تحولت من جنحة لجناية عشان خاطر ان احنا ننهي تماما على الظاهرة دي هي انتهت في مجتمعنا قدر أقول لك لسه ما انتهتش بس نقول ان احنا قللنا النسب حسب التقارير اللي احنا بنرصدها النسب قلت فالعنف ضد المرأة هو عنف نفسي وعنف معناوي وعنف مادي أنواعه كتير وأثاره كتير وكل حاجة من دول يمكن احنا في الحملات بتاعتنا لما بنتحرك غير ان انت كمان بتتركي عنف نفسي احنا بيبقى معنا اخصائي النفسيين لمعالجة هذه الظاهرة والتحدث فيها مع الامهات والجدات والبنات الصغيرين بيبقى معنا من رجال الدين ناس بتتكلم على العنف بأنواعه بيبقى معنا دكاترة متخصصة بتتكلم على النواحي اللي بيتركها الأثر من العنف فبيبقى حملة كاملة متكملة بنتكلم على الأثار اللي هي بتتعرض لها المرأة من العنف أنا عايز أقول لها حركة على حاجة يا سيد سيناء هي مش بس عشان أعداد ختان الاناس بيقل هي حتى لو فكرة من المكتسبات اللي حصلت إن الست ما بقيتش تخجل إنها تصرخ بعالو صوتها وتقول لا أنا مش هخلي بنتي يتعمل لها ختان وبنتكلم بقى على مجتمع في الصعيد وفي الأرياف والناس المحافظة جدا دي في حد ذاتها ما كناش نحن بيها ده إنجاز يعتبر أنت نقلت من خطوة لخطوة أكبر يمكن شعار الحملة بنشوف أمهات دلوقتي بيعملوا بلاغات على حاجة صحيح 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 ده بقى الحراك المجتمع اللي بكلم حضرتك عنه إن احنا عملنا نقلة نوعية كبيرة في المجتمع المصري إن احنا بنغير عادات ومورسات ثقافية موجودة الأول كانوا بيرجعوها بيقولك دي عادة فرعونية وبعدين بيقولك من الدين فإحنا جبنا لهم كل المتخصصين اللي بيكلموا على ده ولا دين الدين قال كلمته في الموضوع ده والعدة الفرعونية السيئة لا تمت بصلة لي يعني ما نرميش بلانة على الكدماء المصريين زي ما بيقولوا وبالتالي فإحنا النهاردة التغير المجتمعي ده كون إن انت فعلا تطلق حملة شعارها كوني كلمة كوني دي كوني قوية كوني متعلمة كوني مسقفة كوني قادرة كل كلمة من دول ليها مغزة وليها معنى المعنى إن انت فعلا تبقي متمكنة إن انت تقدري ترفضي إن انت تقدري تستثقافي نفسك إن انت تتعلمي نفسك إن انت تخرجي تخرجي من العادات الضارة غير إن انت بتغيري مجتمعك المحب بيكي طب عايزة أصعى الحركة على حاجة لو افترضنا حتى إنه في سيدات كتيرة بتفرجوا علينا دلوقتي ممكن تبقى هي على قدر محدود قوي من التعليم والثقافة وزينا بقول الحركة مثلاً في قرية جوة في الصعيد أو في الأرياف أو كده ممكن ما تبقاش عارفة اسم المجلس القوي للمرأة ممكن ما تبقاش عارفة أسماء حضراتكم بس هي عارفة وامتابعة كده بقى لفترة إن الدولة بتقف جنب الست وبالطالب بتقف تسكتش عن كده صحيح السيدة دي تقول لها أي دلوقتي أنا عايزة أقول لك تأكد لها الصورة دي أنا عايزة أقول لك إن إحنا السيدات الفئات اللي حضرتك بتذكريها دي إحنا بننزل لها في الكرة والنجوع عن طريقنا في فروعنا في كل محافظات الجمهورية بتتعاون بقى مع الرئيديات الريفيات وعضاء الفروع إلى آخره بننزل وبنقعد قدام بالبيوت بتاعتهم وبنفتح مواضيعه وبنتكلم أهم الموضوعات بنتكلم على ده وكمان إنتي لما بتعودي وسط لمة مجموعة بيوت في الكرة إنتي النهاردة بتخلاقي حالة تغيير موروظ ثقافي موجود فبيسمعوكي فأنت بتقدري تعملي البنت الصغيرة بتبدأ تتعلم بتحس إن الدولة ممكن جهود الدولة بتعمل كتير على فكرة بس ممكن في الكرة والنجوع زي ما حضرتك بتقولي عشان كده احنا اخترقنا الأماكن دي وقدرنا نغير الموروثات والثقافات الموجودة لدرجة كبيرة جدا لكن فعلا هو الملف كبير على فكرة من الصغيرة فكون النهاردة احنا بنتحرك وبنتحرك بكل قوة وبنتحرك بفروعنا وبنتحرك مع جهات ومؤسسات الدولة إن احنا نصل للست اللي حضرتك بتذكريها دي لإن فعلا قدرنا بنسب كبير على فكرة الأرقام والإحصائيات بتتكلم اللي بتجي لنا من الفروع واللي احنا بننزل على أرض الواقع بتتكلم على انت قدرتي تخلقي حراك مجتمعي كمان بينقلك ده للجامعات المصرية احنا بنعمل أكشاك في حملة الستاشر يوم دي وبنتكلم على منهضة العنف ضد المرأة وبنعملها بألوان مميزة بحيث الولاد والبنات وأزادس دي الجامعة دي تم إنشاء في كل الجامعات المصرية فأنت النهاردة بتتكلمي على فئة الكرة والنجوع وبتتكلمي على فئة الشاب أنا كنت لسه عايزة أنتقل مع حضرتك بقى أرجع من القرة والنجوع أجي بقى للحضر والحضر خليني أسأل على نموذك برضو أنا واسقة أنه بيتابع وعرفنا كويس وبيسأل الأسئلة دي المرأة العاملة واحدة من أشكال العنف يا فاندم وده ممكن موجود يعني بلدان كتير قوي وخلينا نتكلم عن مصر فكرة الستة اللي بتشتغل وبتحاول بقدر مستطاعة أنها ما تأثرش في حق بيتها ولا ولادها ولا جوزها لكن برضو دايماً فيه إحساس كده بالقاهرة من ناحية زوجها أنت فشلة أنت بتعمليش حاجة أنت تبعت في البيت طيب وأنت تقدر تقضي البيت لا لازم تشتغليه طب ما هو يعني الموازنة دي وفكرة الزوج اللي ممكن فبعض الأحيان ما بيبقاش حتى بيقول كلمة شكراً لمراته وطول الوقت هي مقهورة نفسياً وإحساسها بالقاهر عالي قوي دي بتتعاملوا معها إزاي القضايا دي للأسف شديد النسب دي ممكن تبقى موجودة بس مش بالنسب الأكبر لكن موجودة في مجتمعاتنا أيها موجودة ما فيش مجتمعات خالية من نمازج متفوتة بين الثقافات في المجتمعات لكن أنت النهاردة بتشتغلي على ده إزاي إن انت بتقدر تمكن المرأة من استخدام أدواتها وإحنا عاملين كمان حملة اسمها لإني رجل فأنت كمان برضو نازلين في الكرة والنجوع إنت إزاي تعمل مراتك إزاي تقدر تساعدها إزاي تقدر تحتويها فالحاجات دي ممكن الرجالة زمان ما يسمعوش عنها يعني حملة لإني رجل يعني وكمان إحنا مستهدفين للشباب زائد الفئات العمرية الأكبر فأنت الناس اللي كبار دول خلاص تأقلموا على أوضاع لكن إحنا بنتكلم على الظواهر اللي بدأت في مجتمعنا اللي هم الشباب أو بنوصلهم في مرحلة ما بين الشباب الصغيرين والكبار فهي الفئة دي موجودة في مجتمعاتنا إحنا بنعمل إيه بقى بنتكلم عنهم إنت إزاي تقدر تقول لها شكرا تقدم لها ورزة تقول لها كلمة حلوة أو سيبها في حالها سيبها في حالها على الهال متعودش تحسسها إنها فشلة وإنها الأمانية تشتغل عشان تساعد في البيت مرده على فكرة دي بتبقى نواقص في الرجال نفسهم دي عوامل نفسية صحيح فأنت كمرأة إزاي تقدري وخلي بالك الست في الأسر المصرية هي عمود البيت حرفيا من غير الست في البيت أنا قدر أقولك إن بيوتنا كلها وشبابنا وولادنا مش عايزة أقولي يفشلوا بس بيضيعوا حرفين مفيش ستة في الدنيا كلها شغيلة قدما الستة المصرية شغيلة الحية فالستة بتحتوي بالزبط وهي النهاردة المرأة العاملة بتشتغل برة وجوه وبترب أولادها وبتكمل دراسة وبتكمل دراسة وبتذاكر كل الحاجات اللي تتعملها مستحيلات كلها أيوق بالزبط بتعملها المرأة المصرية فالحقيقة هي عليها عبء كبير والرجل رفقا بالكوارير يعني لازم الرجال يحتووا الستات يعني مش عايزين نقول إن إحنا جايين عليهم ولكن إحنا عايزين الأسرة تستقيم تستقيم بمعنى إن أنا أقول لك شكرا إن أنا تعاون معيك إنت تعاون معي عشان ده مصلحة الأسرة الأسرة اللي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع العشرة بالمعروف لأني عايزة أرجع لأيه لأنك رجل حملة لأني حملة لأني رجل إحنا طبعا هنا لما بننزل للرجال اللي برضو في المجتمعات اللي ممكن تبقى يعني أقل تعليما بنوصلها لهم اللي هي لو أنا فهمة صح من حتة إيه عشان إنت راجل فأنت هتحترم الست بتاعتك عشان إنت راجل مش هتعلي صوتك ولا هتمدي إيدك عليها إزاي إزاي المفاهيم دي بنعيد زرعها مرة تانية بص في الراجل الرجل المصري بالزبط بص هو زي ما قلتلك في كلامي مش خيهة كل النسب الكبيرة في مجتمعاتنا لكن موجودة فأنت بتخط بالعقول بإزاي إنك أنت إنك أنت لأنك راجل أنا هنا ما بتكلمش على التمييز راجل وسيت لكن أنا بديك صفتك أنا بديك صفتك إنت كراجل إنت كراجل دورك كذا إنك أنت عليك تعمل كذا في الأسرة المصرية إنك أنت تتعامل المرأة بكذا إنك أنت تحترمها إنك أنت لأن نموذج المرأة والرجل في البيت ولادهم بيطلعوا هما النمازج بكرة في المجتمع فالنهاردة لو شافوا إن الأب ما بيحترمش الأم طبيعي بتلاقي الولد دي ثقافة مجتمع فبالتالي أنا النهاردة لما بخلي الأسرة تستقيم إنت النهاردة بتستقيم الولاد اللي بكرة وبعده هيبقوا شباب المستقبل والأب والأم اللي بعد كده فبالتالي أنت بتقدري تصححي مفاهيم مغلوطة و ممكن الراجل اللي بحتت لا مفيش حاجة كده ومفيش حاجة اسمها أنت صفتك وأنا صفتي لا شفت حركة عملت إزاي دلوقتي لما عملت كده دي أهي دي كده عايزين لازم يتعلموا إنه مفيش حاجة اسمها كده بالزبط أنت راجل وأنا ست أنا عايزة أقولك صحيح بصي أنا عايزة أقولك أنا بقدم كل التحية للدولة المصرية متمثلة في سيادة الرئيس الجمهورية إنه هو دائما وأبداً بيسني على وجود المرأة ويسني عليها في كل المجالات إن هي فعلاً القادرة على قيادة الأسرة المصرية صحيح وده إحنا كمجلس قوم المرأة بنحفظ عليه وإحنا كمجتمع بنحفظ عليه فإحنا ده ده مردود وإيه بقى على المجتمع إن الدولة مهتمة بيك غصباً عنه أنت بتقدر تغياري موروسات ثقافية موجودة في مجتمعنا لأن لكن لو الدولة بتهمل المرأة طبيعي أنت مراحل بتسلم بعض فاهماني فأنت الدولة النهاردة إن حزمة التشريعات اللي عمالها تطلع لمناصفة الدستور المصري بتكلم عن المرأة أنت عندك إحنا بنترجم المادة 11 في الدستور اللي بتتكلم عن المساواة والمناصفة المساواة والمناصفة في الحقوق وواجبات حضرتك ليك حق أنا كراجل ليه حق وهكذا فإحنا لتنين قلنا كل الحقوق وعلينا نفس الواجبات وإحنا لتنين بنكمل بعض بصالح هي طيب وصرتنا ومجتمعنا حملة الستاشر يوم عايزة أرجع لها تاني بقى وبتوقع أن المجلس القومي للمرأة لما يطلق مثل هذه الحملات وعلى مدة زمنية كمان ستاشر يوم أكيد في خطة مستهدفة أو إيه إيه المستهدفات من هذه الحملة عايزين نوصل لإيه ومنتشرة فيه والآليات بتتعاملوا مع الناس إزاي بص هي الحملة دي طبعا منتشرة في كل محافظات الجمهورية عن طريق فروعنا حضرتك عارفة أن احنا عندنا كل محافظات الجمهورية اللي هنا فروع كل فرع فيه أعضاء كل اللي فيه كمان أصدقاء المجلس القومل في المحافظات عندنا الرائدات الريفيات اللي هما بينزلوا معنا في الكرة والنجوع دي بنوصل رسالة بنتكلم على كل الموضوعات اللي تخص المرأة فأنا زي ما قلتلك في بداية كلامي احنا بننزل بنفتح مواضيع بنتلم حوالين بيت البنت أو الأسرة البسيطة في الكرة والنجع بنتكلم معهم في كل المواضيع المشكلات إيه الدولة عملالك إيه إنتي احتياجاتك إيه المشاكل اللي هي موضوع على رأسها موضوع العنف عندنا مكتب تلقي شكاوى المرأة اللي هو 15-1-15 ده احنا بنعمل حراك في المجتمع عن إن احنا عندنا أي وقت تطلوب الرقم ده أولاً لو تواصلتي عن طريق الفروع أو الخط اللي هو المباشر على المركزي إنه هو يديلك الحق إن انت تتكلم تعرضي مشكلتك أي انتهاك ممكن تتعرضي له إيه الخطوات اللي انت تعمليها زائد إن احنا حضرتك فاكرة في نهاية العام السابق أنشأ مجلس الوزراء اللي هي الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة دي تابع المجلس الوزراء في منها في كل محافظات الجمهورية فأنت في المصالح الحكومية فأنت عندك مجلس كوم المرأة وعندك الوحدات المجمعة دي في كل المحافظات اتبع على المجلس الوزراء فأنت عندك النهاردة مجالات عدة فأنت محتاجة إيه محتاجة تعرفي مشكلتك أنت كمرأة وإزاي تتوجيه بيها الحاجات دي احنا بنعملها إزاي عن طريق حملات التوعية اللي بننشرها على مستوى محافظات الجمهورية فكل الحاجات دي أنت بتوصليها برسايل قوية احنا النهاردة لنا تعاون مع الإزاع المصري في رسايل كوني قوية كوني متعلمة كوني مثقفة الخط الساخن موجود على طول عندنا الخط الساخن لسه في ناس بتسأل غد الوقتي أستخدمه في حالات إيه يعني إيه اللي لو حصل أتصل بيكو أي انتهاءك بصي هو إحنا الفترة الأخيرة المجلس كوم المرأة وأنا بحيل حياة دكتور مايا مرسي لأن أفكارها دايما بتطلع برها للصندوق وتستبق الأحداث احنا عملنا بروتوكولات تعاون مع وزارة العدو وزارة الداخلية لأي انتهاءك ممكن تتعرض له المرأة بتتواصل إزاي وتتعامل إزاي فيه بقى اللي هي الوحدات اللي أنشئت تبع الوزارتين دول أنت بتقدري تتعامل إزاي مع قضايا المرأة لو أنت رايح تقدمي بلاغ في الاسم لو أنت عايزة تعملي أي انتهاءك اتعرضت له كل الحاجات دي أنت بتتكلمي فيه ويمكن بالمناسبة دي أنا بقدم كل التحية لمعالي وزير الداخلية وبقول له معالي الوزير عايزين برضو نبص بص على محافظة الصيوت وعايزين الستات برضو ببالهم وضع قوي ما يبقاش أي حاجة ممكن أتعرضوا ليها بتنزلوا هناك أنتو كمجلس قومي للمرأة في الصيوت أكتر وبترصدوا أي ملاحظات عندكم أي ملاحظات والحقيقة يمكن أنا بطلب منه أن احنا هيبقى فيه برضو تواصل أكتر في الجزئية بتاعت خاصة بالستات وأسام الشرطة كل طول ما احنا ماشيين طول ما احنا بنشتغل ده في أي مجال يا أستاذة سناء طول الوقت فيه فيدباك وطول الوقت فيه ملاحظات هنشتغل عليها ونقوميها المهم نبقى عارفين إيه نقاط القوة ضعفنا عندنا المهم أن أنت تقدر يتوصل الصوت الست وتحللها مشكلتك ده اللي احنا بنعمله ده اللي احنا بنعمله وده اللي احنا بمتبنينا الأستاذة سناء السعيد ده عضو المجلس القومي للمرأة جزيلا شكرا يا فن الميبودك معنا مهاردة شكرا لكم جميعا في المجلس القومي للمرأة وبنقول تاني لكل امرأة مصرية تتابعنا الآن كوني واضقة من نفسك وكوني متأكدة أنه الدولة المصرية بكل مؤسساتها وقفة في ظهرك اطلبي حقك وبس كده خلاص